بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى الحباب يكونوا مزيانين يكونوا غاية يكونوا ملاح ربي يوفقكم ويعطيكم السؤال ديالكم ويفرحكم ويعطيكم المبتغى ديالكم الناس اللي تخلوا تعليقات زوينة بحالهم تنقولهم شكرا الناس اللي تدعموا القناة الناس الأقدام وجداد تنقولهم شكرا على الدعم ديالكم تنطلب الله سبحانه وتعالى يفرحكم في هاد شهر رمضان ولكن اليوم جيت وجبت معايا قبول رائع يجي القبول في مكان القبول في مكان غادي ان شاء الله تجي به تل عندك يبقى عندك القبول حتى عام ولكن لمرأة إذا كانت ما محبوباش تولي مقبولة البنتي لبغت تزوج ربي غير يفرج عليها ولكن الولد عنده نفور من أي نساء أو عنده مشكل في الزواج تهوى يدير هاد القبول الولد اللي تكون متردد في الزواج تهوى يدير هاد القبول هاد القبول رائع وأكتر من رائع قبول رمضان تهزيه من رمضان حتى الرمضان يبقى عندك طيلة العام ولكن هاد الصغر بنيا حطيسه بزاف ولكن كل عام تنحطها وتتلقى إقبال مع الناس وتي يخليوا تعليقات رائعة بأن القبول دي الرمضان ديما تيجيب معهم القبول وتي يجيب معهم المحبة والنصر إذن البنت اللي بغى تكون مقبولة في ممشات تكون بحل نوارة وتكون مقبولة بحل شهر رمضان رمضان كل شي تيبغيه وكل شي تيفرح به بحل تكوني كالبدر القبول ديال رمضان تكوني كالبدر إذن غادي ناخدو واحد القنينة ماء الزهر أو ماء الورد أنا عندي هنا ماء الورد ولكن اللي بغى يدير ماء الورد آآ مزيانة آآ بغى يدير ماء الزهر مزيان ولكن كماش نوع تتبغيه كاللي تيبغي ماء الورد لأنه وخايدروه تيكون تجميلي ماء الزهر تهو ريحتو طيبة كاللي تيبغي ماء الزهر ريحتو طيبة وتيبغيه آآ تيبغيه الإنسان لأنه ريحتو بحل الزهر الناس اللي يختاروا يختاروا ما بين اتنين يكون إما ماء الزهر وإما ماء الورد هما عندهم الاختيار ولكن الناس اللي غايدروا هات الصغة خاصهم يكونوا انضاف يكونوا على طهرة يكونوا انقيين يكونوا إن شاء الله بحول الله وقواته الزوء على أساس أنهم بغوا ياخدوا قبول إن شاء الله أول حاجة بعد ما نصلي جوج ركعات لله لتسخير الأمور ندير ديما تسخير ديالي على أساس أنني بغيت واحد الحاجة وبغيت تكمل معي ديما ركعتين وديما نصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام ونستغفر بإذن الله غادي يكون عندكم إن شاء الله قبول ناضي ديزو الكلام ولكن أول حاجة غادي ناخد السبحة باش ننضبط العدد ديال هات الصغة اللي غادي نعطيكم لأنها عدد عدد اللي خاصة يكون مضبوط بإذن الله أول حاجة غادي نقرأ أنصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام بالصيغة اللي بغيتي والصيغة اللي حبيسي تصلي بها على سيد الخلق غادي نصلي على سيد الخلق خمسين مرة خمسين مرة نضبط العدد وغادي نمشي نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم خمسين مرة بسم الله الرحمن الرحيم تكون بالعدد ديالخمسين مرة غادي ناخد الآية اللي إن شاء الله غادي سعطيكم القبول وغادي سعطيكم نور على نور وألقيت وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني غادي إن شاء الله نقرأها خمسين مرة غادي نمشي الآية أخرى إن شاء الله تياء رائعة في القبول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس خمسين مرة غادي إن شاء الله نختم باسم العزيز اسم العزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز غادي نقرها خمسين مرات بعد ما قريت اسم العزيز خمسين مرات غادي ندير الدعاء سبع مرات يا عزيز يا عزيز عزني مع أولاد آدم أولاد حوى أو عزني مع جميع الناس أو عزني مع فلان ود فلانة أو عزني مع مديري أو عزني كل واحد عنده شخص معين تتميز عنده بغاه يبغيه أو يحبه واللي عارفه شكون إذن تحطي أي شخص معك في القول ديالك إن شاء الله ولكن ضبطه العدد عدد خمسين مرات إن شاء الله تصليوا على الحبيب خمسين مرات بسم الله الرحمن الرحيم خمسين مرات وألقيت عليك محبة مني خمسين مرات أو من كان ميسا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس خمسين مرات يا عزيز خمسين مرات الدعاء سبع مرات نعود لكم لأنه بعد الأحيان ما تنكتب شو نبغي أنكم تاخدوا قلم وتكتبوا هاد سمو هاد الشي اللي قلت لكم القنينة تكونوا تحلوها من الفوق وفي الوقت القراءة تشدوها تسبيح باليمين والقنينة في اليسار وتبقى وتنفتوا وتحلو القنينة من الفوق وتنفتوا إذن تنفتوا على القنينة إذا كانت ماء الورد أو ماء الزهر ثم بالاختيار غادي الوقت لنكون غادي العمل ديما ناخد من هاد الماء دي الورد أو ماء الزهر غادي إن شاء الله ندهن الوجه ديالي والصدر ديالي وراء العنق ديالي شيء قليل وراء العنق ديالك أو أمام الصدر ديالك أو الوجه ديالك الوقت اللي تبغي تخرجي من البيت تمشي للعمال أو تمشي للدراسة أو أنك خرجي لأي مكان تدري القبول ديالك لأن هاد القبول رائع ولكن هاد القنينة ديما حافظوا عليها في مكان يكون لائق بالقرآن الكريم تحطها في مكان في الغرفة ديالك لتتنامي فيها لأنها غادي يكون فيها قرآن كريم إذن الناس اللي باغين باغين أنهم يديروا هالصغر لابد يحافظوا لها بإذن الله إذن تنتمنى تعجبكم هالصغر الربانية إلا عجبكم الفيديو إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها خلولي لايك دعموا القناة تفعلوا الجرس إن شاء الله تكونوا مزيانين وإلى وصفة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر